السلام عليكم أخيرا وبعد طول انتظار حلت ميزة الوضع الليلي أو الوضع الداكن أو الوضع المظلم حلت بالواتساب بشكل رسمي عبر تحديث للواتساب على أب ستور وأيضا الميزة في طور تعميمها على الجميع بالنسبة لأجهزة الأندرويد إذن أدخل إلى الواتساب لاحظوا بمجرد الدخول كل شيء داكن وداكن بمعنى الكلمة هذا هو الداكن الذي يستهويني ويستهوي الجميع إذن كل التبويبات داكنة لاحظوا مهما فعلنا فإن كل شيء يعد داكنا قد يتسأل بعضكم عن كيفية تفعيل الوضع الداكن في الواتساب الأمر لا يحتاج إلى فعل أي شيء كل ما نحتاجه لتفعيل أو إيقاف تفعيل الوضع الليلي على الواتساب بما أن هذا الأخير مرتبط بالوضع الليلي على نظام الواتساب فإننا ندخل إلى الإعدادات ثم ننزل إلى الإضاءة هنا إن فعلنا الوضع الليلي كما تلاحظون فإن الواتساب يفعل فيه هذا الأخير وإلا إن أوقفنا تفعيله نعود ها أنتم تلاحظون عند إيقاف تفعيله عاد الواتساب إلى ما كان عليه بالنسبة لي أنشأت اختصار لتفعيل وإيقاف تفعيل الوضع الليلي ها هو هذا الاختصار وهكذا يعود الواتساب إلى وضعه الليلي تابعا إعدادات النظام نظام الـ iOS في إصداره الثالث عشر وقد سبق أن تطرقت بالتفصيل لطرق أقول طرق تفعيل وإيقاف تفعيل الوضع الليلي ولا مجال الآن لتكرارها ميزة أخرى نجدها في الواتساب هي ميزة البحث يمكنك أن تبحث عن أسماء لأشخاص أسماء لمجموعات أسماء لأعضاء داخل المجموعات لتجد ما تبحث عنه كان هذا ما أردت مشاركتكم إياه اليوم إلى لقاء إن قابل دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر